اهلا بكم من جديد في الحصة المغاربية تتسع في الجزائر دائرة المقاطعين للانتخابات التشريعية بعدما قررت اغلب الاحزاب السياسية المعارضة عدم الانخراط في الاستحقاق المقرر اجراؤه في شهر يونيو المقبل الاحزاب المقاطعة ترى ان اولويات المرحلة الحالية تفرض تجاوز الازمة السياسية والاستجابة لمطالب الحراك الشعبي وتجتمع الاحزاب الرافضة للانتخابات في تكتل قوى البديل الديمقراطي الذي يضم احزابا من اليسار والتيار الديمقراطي كل المؤشرات السياسية في الجزائر توحي بمقاطعة انتخابية غير مسبوقة من قبل الاحزاب المعارضة فكل يوم يلتحق حزب جديد بقائمة المقاطعين كحال حزب الاتحاد من اجل التغيير والرقي الذي قرر خلال اجتماع مجلسه الوطني عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة الازمة في الجزائر ليست ازمة انتخابات بل هي ازمة نظام وهذا ما طلبنا به منذ البداية منذ 2019 ونحن نطالب بحوار جاد نناقش فيه الاليات والوسائل التي تضمن تنظيم انتخابات حرة ونازهة ولكن هذه الاليات لم تتوفر إلى اليوم واحسن دليل ان قانون الانتخابات الذي صدر منذ اسابيع لا يقدم اي ضمانات لتنظيم انتخابات حرة ونازهة وقد سبق للأحزاب السياسية المقاطعة للانتخابات البرلمانية المطالبة بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة عوض انتخابات برلمانية وتفويض صلاحيات رئيس الجمهورية الحالي لرئيس حكومة وحدة وطنية كمقترح للخروج من الازمة الحالية منذ بداية طورة فبرايا نتكلم عن ضرورة الدخول في مرحلة انتخالية يكون فيها حوار جاد مع كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لبلوهة خطة طرهيق للخروج من الازمة بطاهقة دائمة لأننا نحن في بلد يعيش في أزمات وهي منذ الاستقلال وتجتمع أغلب الأحزاب المقاطعة للانتخابات البرلمانية ضمن تكتل قوى البديل الديمقراطي الذي يضم حزب العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية مع الاتحاد من أجل التغيير والرقي والحركة الديمقراطية الاجتماعية وحزب العمال الاشتراكي كل أحزاب تكتل قوى البديل الديمقراطي المعارض أعلنت مقاطعتها الانتخابات البرلمانية ولم يبقى سوى حزب جبهة القوى الاشتراكية المصن فيك أقدم حزب معارض في البلاد والذي أجل الإعلان عن موقفه إلى نهاية هذا الأسبوع حسن جزيري قناة الغد الجزائر وينضم إلينا من الجزائر الباحث السياسي بالقاسم أيوب عضو حزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية ومن لندن جمال طالب الكاتب والمحلل السياسي أهلا بكما معنا في حصتنا المغاربية أبدأ معك سيد أيوب لماذا تريدون المشاركة في انتخابات تتسع دائرة مقاطعتها حزبيا وشعبيا كل يوم في الجزائر أولا مساء الخير لك ولمشاهديك الكرام في حقيقة الأمر هناك يعني ملاخ إن إعدام الثقة بين الشعب والسلطة السياسية لا زال قائمة لغاية الآن ولكن العدمية والطبيعة لا تقبل الفراغ والعدمية لا تنفع مؤسسات الدولة ولا تنفع المصلحة العليا للبلاد الانتخابات وتجديد مؤسسات الدولة شرط ضروري لماذا الحراك الشعبي والأحزاب المعارضة لماذا لا تنتهز الفرصة وتعزز من تواجدها داخل مؤسسات الدولة لتحقق برامجها السياسية إن كانت لديها برامج سياسية الأحزاب المعارضة في الجزائر في نهاية المطاف منذ سنتين تنتقد فقط ولا تقدم البديل ومن غير المعقول أن تبقى مؤسسات الدولة شاغرة ما تتمح إليها أحزاب التغيير الديمقراطي هي مرحلة انتقالية على المقاس كالتي عاشتها الجزائر في التسعينيات وللأسف تلك المرحلة الانتقالية كانت عواقبها وخيمة على الشعب الجزائري وفي تاريخ الدول المراحل الانتقالية دائما تؤدي إلى المجهول نحن لا نستطيع أن نقول بأن المشاركة في الانتخابات ستكون قوية أو قليلة ولكن نطمح أن نجدد مؤسسات الدولة نطمح أن يكون هناك انفتاح سياسي وفعل سياسي جاد سواء للأحزاب الموالية والأحزاب المعارضة سواء للشباب سواء لمن هم في الحراك الشعبي والذي لديه برنامج والذي لديه المصداقية الشعبية سيكون متواجد داخل مؤسسات الدولة نسمع رأي سيد جمال طالب هل هذا هو الحال بالفعل مثل ما يقول السيد أيوب إما انتخابات الثانية عشر من يونيو وإما العدم والفراغ السياسي أم أن هناك بداية أخرى يعني يجب أن تبقى في نفس النظام نفس المنظومة المفلسة الفاسدة ولو تريد تغيير توافقي بانتقال سهلس وديمقراطي ترفع لعك في زاعة مرحلة الانتقالية نفس الخطاب لنفس هو في حزب أفلس البلاد بالعكس وعنوان للرداءة وعنوان للفساد والجزائرين خارجوا تمردوا وطردوا عملياً طردوا هذا الحزب وحزاب السلطة من هذا المشهد ليعودوا من النافذة طردوهم بكل رمزية ديجاج بكل رمزية الأفلان ديجاج والأرندي حزب السلطة يعادوا الآن إلى المشهد بهذه الصفة البائسة وبإمكانكم أن لا تنتخبوهم سيد طالب بإمكانكم أن لا تنتخبوهم مجدداً عفوا إن كان حزب جبهة التحرير الوطن الجزائرية مثل ما تقول بإمكان الجزائريين ألا ينتخبوه في الانتخابات المقبلة بكل بساطة ولكن أيضاً انتخابات في نفس المنظومة ونفس الممارسات ونفس النظام الجزائريون في تقويم تاريخ آخر إنهم في الأسبوع 11 بعد المئة من حرك شعبي يمضي في مصاره التاريخي نحو تغيير البلاد بينما هؤلاء يمضون عكس التاريخ وكررون نفس الرداءة ونفس الانتخابات في نفس المنظومة ويتحدث عن مرحلة انتخالية وبوابلها من قادوا تلك المرحلة المشؤومة كما يصفهم نفسهم الذين يديرون البلاد خالد مصاري يعود معزز مكرماً بطائرة رئاسية بعد أن اتهم بتآمر على الجيش ودعا إلى التمرد على الجيش والجنرال تبيق الذي يخرج من السجن كذلك وتعود آلته الدعائية لتستهدف الحراك وتعيد إنتاج نفس الرداء ونفس المشهد السياسي اسمحني أن أعود إلى السيد بالقاسم أيوب ولا شك بأنه يريد أن يعلق على ما تقول وأيضاً أزيد على ما يذكره السيد جمال طالب سيد أيوب يقول الكثير من الجزائريون بأن أغلب الأحزاب التي أعلنت مشاركتها في الانتخابات التشريعية المقبلة هي الأحزاب التي أحزاب الموالاة مثل ما تسمى في الجزائر أحزاب الموالاة للنظام السابق بينما أغلب أحزاب المعارضة ما هي من أعلنت مقاطعتها؟ ما تفسير ذلك أو دلالة ذلك؟ والله قبل الإجابة على سؤالك أعتقد أن الفعل السياسي يجب أن يكون منزه ونرتفع بالفعل السياسي يعني ضيفك الكريم عندما يخاطب باستعمال أساليب الشتم فهذا لا يشكل بديل سياسي يمكن أن نعتمد عليه في الجزائر أما فيما يخص سؤالك بالعكس هناك أحزاب معارضة كانت ضد الانتخابات الرئاسية ولكنها عرفت أنه لا محال من المشاركة في الانتخابات ولا محال من المشاركة والتواجد داخل مؤسسات الدولة لتصطير برامجها على غرار حزب جيد جديد على غرار حزب حركة مجتمع السلم أما الأحزاب المعارضة التي تقول بأنها لن تشارك في هذه الانتخابات معللة ذلك برفضها للنظام القديم تلك الأحزاب بقيت في البرلمانط طيلت 20 سنة وشاركت في جميع الانتخابات التي كانت تقول أنها مزورة وكانت لديها كتل ليابية داخل المرلمان فما الذي تغير بين الأمس واليوم بالأمس كانت تشارك في الانتخابات واليوم تلادي بمرحلة انتقالية هذا هو السؤال الذي يجب أن نطرحه نعم لكن المقاطعين للانتخابات سيد أيوب يقولون بأن هذه الانتخابات تقضي على التعددية ونتائجها محسومة سلفا من طرف النظام هذا غير ممكن الضامن الوحيد لنزاهة أي انتخابات هي الإرادة الشعبية إن كان الحراك الشعبي بهذه القوة وإن كانت هذه المعارضة تملك حقيقة الدعم الشعبي في القواعد فلتتجه إلى الانتخابات ولتحشد الشعب معها وليكون حارسا على الصناديق وحارسا على العملية الانتخابية مستحيل أن تزور حينها السلطة أو النظام أو كائن من كان الإرادة الشعبية وتكون ضدها إذا كانت لديهم حقيقة مستقية شعبية في نهاية المطاف هم لا يعرفون إلا التكلم بل هم من يريدون يعني الالتفاف حول المطالب الشعبية يريدون مراحل انتقالية على المقاس لا يكون الشعب هو السيد في قرارها بالحديث عن المراحل الانتقالية الليبيون لم يخرجوا من نفق المراحل الانتقالية منذ أكثر من عشر سنوات لماذا لا تأخذون العبرة وتشاركوا أو تدعوا إلى المشاركة في الانتخابات القادمة؟ لماذا هذه الفزاعة فزاعة ليبيا وسوريا كانت يرفعها؟ هذا واقع يجري بالفعل لا الواقع بالأكس الجزائريون يخرجون بسلمية أنت تتابع نحن في الأسبوع العالم حادي عشر بعد الماء حراك شعبي سلمي يريد تغيير سالس انتقال المرحلة الانتقالية ماكرو هو الذي يصف ويدعم تكون ويقول لأن الجزائر تعيش في مرحلة الانتقالية ويدعم تكون في هذه المرحلة الانتقالية وسيفعل ما في وسعه لدعم هذه المرحلة الانتقالية حتى تكون الذي يتحدث سيدنا لما أشتب بالمناسبة نحن نتحدث عن الحقائق والجزائريون الذين يتابعوننا يعرفون ماذا فعل جبهة التعريب فلا تزايد عليه جبهة التعريب ماذا الرداء التي يمثلها سعداني الذي يشتري العقارات في باريس وبعشي الذي كان يطبل والآن يتصدر هذا المشهد والجزائريون يعرفون ذلك بالنسبة للمرحلة الانتقالية المرحلة الانتقالية الجزائريون يريدون انتقالا سليسا سلميا ويخرجون بكل سلمية أما هذه الفزاعات لا الجزائريون بالعكس الجزائريون يصرون على سلمية وعلى انتقال سليسا هؤلاء الذين يريدون بقى نفس النظام المستفز الذي يفرض منطقا أعوجا على الجزائريون الجزائريون بالمناسبة قاطعوا وقدموا درسا للنظام في الاستفتاء الأخير عندما قاطعوا بنسبة قياسية شكرا لك سيد طالب أعتذر رضيق الوقت وبطبيعة الحال أنتم تعكسان الرأيين الموجودين في الجزائر حول المشاركة وعدم المشاركة في الانتخابات أشكركم جزيلا من الجزائر بالقاسم أيوب الباحث السياسي عضو حزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية من لندن جمال طالب الكاتب والمحلل السياسي ترجمة نانسي قنقر